اشتركوا في القناة الدعوة اللي طلبت فيها بإلغاء عقد بيع والدها لفيلا بمدينة 6 اكتوبر بقيمة 5 مليون جنيه لبنته الثانية هبة وحفظته بالتوكيل العام الصادر منها من غير علمها ومن خلال مدخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى شارك الفنان رشوان توفيق مساء الثلاث وبكى جدا وقال انه هو عارف انه بين قضاء مصري عادل واكد انه اشترى شهادات الدخار باسم بنتين اللي اتنين علشان يمكن لزوجته الرحلة انها تعيش من فوائدها واضف في كلامه انه هو بيعيش على فلوس بنته هبة ومعاشه الحكومي واكد ان الفيلا اللي عليها خلاف كبير هي من ماله الخاص وكمل في كلامه وقال عملت كل ده علشان احمي ايا من القوة العالية اللي عاوزاها تتنازل عن الفيلا لابنها انا بحمي ايا وربنا جعل القضاء يحميني كمان واكد رشوان توفيق في كلامه ان زوجته كفحت معاه لمدة 62 سنة وبعد وفاتها كان عايش من فلوس الفيدة من شهادات للدخار واكد انه هو عارف يخلي ايا تمضي بان شهادات دي ملك ليه وكمل في كلامه وقال ايا رفضة اي محاولات للحلول وهي ضعيفة الشخصية وفي قوة عليا بتسيطر عليها وفي كلام حزين جدا وجه رسالة لبنته ايا وقال فيها يا ايا انا عملت كل ده علشان احميكي وما تتنازليش عن الفيلا لابنك ما تعرفيش الدنيا فيها ايه مستعدة دي لكل حاجة بشرط ما تتنازليش عن الفيلا لابنك او اي حد انا بأمن حياتها وما بأزيهاش ومش عاوز اقول مين القوة العليا اللي مسيطرة عليها وعشان تعرفوا كل الاخبار اول باول تابعونا على قناتنا وما تنسوش اللايك والشير